شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس في افتتاح الاجتماع الإقليمي لدول الكريبي حول تغير المناخ المنعقد في البهامة وذكرت وزارة الخارجية أن شكري استعرض خلال الكلمة الرؤية المصرية لرئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بما في ذلك أهمية التحول من الوعود إلى المرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض وحشد الدعم اللازم لعمل المناخ العالمي منوها إلى الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيسي لعمل المناخ على كافة الأصعدة